السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا ابنائي عاملين ايه ان شاء الله النهاردة معنا حرف جديد من حروف اللغة العربية يلا بينا نتعرف عليه ونشوف هو مين مين على الباب انا حرف الميم ازايك يا حرف الميم ازايكو يا اصحابي انت حرف كمري ولا شمسي انا حرف كمري يعني ايه كمري لما يدخل علي الالف واللام ما بقاش مشدد واللام بتاعتك اسمها لام ايه اسمها لام كمرية يعني ايه لام كمرية تكتب وتنطق والحرف اللي بعدها ماهوش مشدد اهلا اهلا شرفتنا ونورتنا تفضل جوا عندنا يا حلو زيين يا اصحابي انا النهاردة هعرفكو بنفسي من خلال ست حاجات هم الحاجات دي اشكالي واصواتي وسكوناتي ولاماتي ومدوداتي وتنويناتي اذا عرفت اصواتي من خلال الحاجات دي هتعرفوني معطوش هتسأله عن حاجة عني هتعرفوا كل حاجة عني يلا بينا اول حاجة حرف الميم الشكل الاساسي بتاعه عامل ازاي ممكن يكتب كده وممكن يكتب كده ده شكله الاساسي طيب عايزين اشكاله اشكاله بقى رقم واحد اشكال حرف الميم اشكاله اول حاجة شكله في اول الكلام شكله في وسط الكلمة شكله في اخر الكلمة متصلا شكله في اخر الكلمة منفصلا في اول الكلام متصل طبعا هيبقى متصل باللي بعده ممكن كلمة موز كلمة موز طيب في وسط الكلام هيبقى متصل باللي قبله واللي بعده مثلا كلمة كمر كلمة ايه كمر طيب عايزين كلمة ويكون في اخر الكلام متصل زي كلمة فم كلمة ايه فم طيب اخر الكلام منفصل مثلا كلمة امام امام والميم كده متصلة منفصلة وهنا ميم متصلة باللي بعدها يبقى ممكن الكلام تجمع اكتر من ميم اه اي حرف ممكن يتكرر في الكلمة يبقى دي اشكال حرف الميم اول الكلمة وسط الكلمة اخر الكلمة متصلا اخر الكلمة منفصلا اشكاله ما بتتغيرش كتير يعني شكل حرف الميم من الحروف لما بتغير مكانها بنقدر نتعرف عليها زي اي قلنا اي حد او اي انسان لما بيغير مكانه في اي مكان بنعرفه كذلك الحرف لما غير مكانه في الكلمة بنتعرف عليه فحرف الميم من الحروف اللي ما بتطلخ بطش طيب تاني حاجة عاوزين نعرف اصواته اصوات حرف الميم طيب احنا عندنا الميم عليها فتحة تبقى ماء ميم ضمة موم ميم قصرة ميم طب الميم البلحق بالسكون ده تبقى ميم ايه ميم عشان ننطقها اه الميم الساكنة ما نقدرش ننطق لما نجيب لها حروف تساعدها عشان نسمع صوتها ونفهم الصوت ان دي ميم الساكنة طيب نشوف الاول ميم فتحة مثلا كلمة مركب مركب ميم فتحة طيب عندنا كلمة ميم ميم ضمة مش مس اه الجو مثلا مش 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 مس بتجو فاهم ميم تانية بتبقى هنا ايه مقصورة يبقى مش مس طيب الميم القصرة مساء نكلمة مقص مقص هارفيني المقص طيب مركب مش مس مقص طيب الميم الساكنة في وسط الكلمة هنجيبها اسم المرة دي هنجيب كلمة اسم كلمة طمر طمر ولكن انا برضو مصر ان انا جيب حرف الميم الساكن بختار له اربع حروف الاربع حروف دي الالف والنون والياء والتاء اللي هم حروف المدارعة بتوع الفعل المدارعة عشان نتعود او نعرف نوع جديد من الكلمات وهو الافعال يبقى رقم 3 هجيب السكونات او السكون حرف مين الميم او الميم الساكنة هنطأ زي في الكلم هجيب لها الالف والنون والياء والتا طيب لما جيب الالف مع الميم الساكنة عليها سكون طيب هنكمل مثلا اولا ام ام كونت حاجة في دماغنا كلمة ممكن النون تبقى كلمة ايه ام شي ام شي طيب نشوف بقى النون وميم تبقى نم طيب نكمل بقية الكلمة تبقى نم شي نم شي نم نم طيب اللي يقوي الميم يم يم شي طيب التقوي الميم تم شي طيب نوع الكلمات دي ايه فعل مدارع امشي انا امشي بتكلم عن نمس طيب نحن كلنا نمشي طيب هو الولد يمشي طيب البنت تمشي يبقى الالف والنون والياء والتاء دي حرف المدارع مجموعة في كلمة انايتم يعني ربيتم بنجيب لها معنى كده عشان تقرب لنا الكلام طيب يبقى دي سكونات حرف الميم جبناها من خلال الفعل المدارع عشان نتعلم نوع جديد من الكلمات وهو الافعال وبعد كده نربط علاقة بين الالف ابو همزة والالف التاني من غير همزة عشان يلقلنا لفعل تاني ودي سر اختياري للاربع حروف دي لان ممكن الحروف التانية بقيت التمانية وعشرين ندخله على الميم عادي بس انا اخترت الالف والنون والياء والتاء اللي هي حرف الفعل المدارع رقم اربع عايزين نعرف لاماتو او لاماتي انا بقى حرف الميم لاماتي لاماتي انا بقى هي الالف واللام في كل كلمة هي الالف واللام في كل كلمة تانية بتدخل على الكلمات القمرية أو الحروف القمرية وتدخل على الحروف الشمسية فالألف واللم دي بتسمى قمرية أو شمسية بناءً على الحرف اللي جاي بعدها النهار ده جاي حرف مين؟ مين يبقى الماء هل حرف الميم هنا بيتحول إلى مشدد؟ لا لو عندنا كلمة مثلاً موز مكتوبة كده كلمة موز ده خل الألف واللم تبقى الموز ما حصلش شدة معنا في الميم وده الحرف بيبقى اسمه حرف قمري لا يشدد عند دخول الألف واللم يبقى الحرف القمري ما يبقاش مشدد عند دخول الألف واللم ونقف على اللام وقفة بسيطة وأنا بسميها باب الكلمة على ما الكلمة تفتح لنا بابها ندخل عليها نقول إيه؟ الموز لكننا بنخبط على الباب والباب يتفتح وندخل على الكلمة ويبقى عليها سكون بس ما بنكتبش السكون اللي على اللام دي نقول إيه؟ الموز يبقى وقفة بسيطة بمقدار الخبط على الباب عشان باب الكلمة يفتح باب الكلمة إيه؟ يفتح طب لو عندنا كلمة خدنا حرف شمسية مثلا خدنا حرف النون أنّا أنّا سمعنا صوت اللام؟ لا دخلنا على طول على مين؟ على الكلمة أو على النون يبقى اللام بتاعة اللام الشمسية بعتبرها باب مفتوح يعني باب إيه؟ باب الكلمة أنّا أنّا زي مساء أنّا ملو يبقى اللام الشمسية بابها بابها مفتوح واللام القمرية باب مقفول بنقف عليه؟ وقفة بسيطة كأنّنا بنخبض على الباب والباب يفتح للكلمة يبقى دي لامات حرف الميم جبنا الفتحة نجيب يتضم مثلا نجيب المو المعلم المعلم طيب المو الميم طبعا ما هيش مشددة الميم المست المسك 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 تدخل عندنا اللام القمرية سميت قمرية هنا بسبب حرف الميم لأنّ هو السبب في تسميتها لأنّا كتبت ألف واللام في الأول والألف وال Bris في الأول طب اسمها بقت قمرية وشمسية ليه؟ للحرف اللي جاي بعدها يبقى كده خلاص اتفقنا أنّ حرف الميم هو السبب في تسميت اللام بتاعته لام قمرية يبقى كده خدنا لاماتو لامات حرف الميم مع الفتحة ومع الضمة ومع القصرة ومفيش حرف فيهم بقى مشدد ندخل على رقم خمسة مدوداتو طبعا عندنا حرف المادة تلاتة وهما مادة ألف وماد واو وماد ياء ثلاثة مدود مادة ألف ونسميهم الحركات الطويلة الحركات ايه الطويلة طبعا عندنا حركات كسيرة اه ايه هي الفتحة والضمة والكسر كل واحد في المدود التلاتة دول لشبيه شبيه الألف الفتح بيجي قبله كده طب شبيه المادة الواو الضمة شبيه مادة الياء الكسر ولكن ده صوته ضعيف اللي هو الحركة الكسيرة وده صوته قوي طيب شرط بقى المادة الألف ان القبله الحرف اللي قبله يكون على ايه فتحة وبنسمي الحرف الاه الممدود طيب نجيب كلمة فيها ميم مادة ألف ماكر ماكر طيب الشرط موجود اه اللي هي الفتحة الشرط ايه موجود ماكر طبعا عايزين الميم ممدودة بالواو محمود طيب عندنا الميم والواو نجرب حروف مسلا ممكن يكون في نص الكلام اه في وسط الكلمة ممكن مح مود ونكمل بقية المقطع يبقى مح مود مادة واو الشرط مادة واو ان القبله اللي هو الممدود يكون على ايه ضمة ضمة والشرط موجود تمام نشوف مثلا مادة الياء ميزان اه ممكن يجي كده مي ميزان طيب هنا الشرط بتاع مادة الياء ان الميم يكون تحتها قصرة اه ويسمى الحرف الممدود يبقى اللي قبل الماد اسمه الحرف الممدود وهو حرف النهاردة بتاعنا حرف الميم اه وفي حتة كده لازم نحفظها واحنا بنتكلم نقول ان كل الحروف اللي هم التمانية وعشرين حرف هنقول كل الحروف هتتشكل وهتتمد هتتشكل بالتشكلات المعروفة الحركات القصيرة ومسلا الشدة وهتتمد بالتلات مدود والتمانية وعشرين حرف طبعا منهم الميم الالف والواو والياء يعني الالف هيمد نفسه والواو هيمد نفسه والياء هيمد نفسه لانه من التمانية وعشرين حرف يبقى كل الحروف هتتشكل وهتتمد النهاردة بنمد مين الميم طيب ممكن نجيب الشكل ده مع اللي هو شكل الياء ده في مد الياء للميم اه ممكن كلمة اه امي اه ام امي شرط المد الياء هنا نكون اه ان الميم يكون تحتها كسرة ولكن هي طبعا مشددة ومقصورة عادي يبقى امي يبقى كده المد بتاع الميم اتمدد بالالف وتمدد بالواو وتمدد بالياء السلاسة مدود وده كده كان المد نشوف رقم ستة بقى عن حرف الميم وهو تنويناته اه تنويناته اللي هي رقم ستة وكل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي عبارة عن اصوات التنوينات دي اصوات المدود دي اصوات الحركات القصيرة اللي هي اصواته اصوات والسكون هعتبره صوت عندما يدخل عليه حرف اخر لانه هنسمع صوته رغم انه هو ساكن اسمه ساكن ولكن بنسمع صوته مع دخول حرف متحرك عليه يبقى لو ادركنا وعرفنا الصوت حرف الميم جاي معه ايه او جاي بالصوت ايه وميزناه هنعرف نكتب الكلام اللي هو تبع الصوت ده طيب نشوف التنوينات تنوينات حرف الميم تنوينات وعندنا كم تنوين تلاتة تنوين بالفتح تنوين بالضم تنوين بالكسر الكسر شبيه الفتح ولكن بيبقى تحت ايه الحرف طيب نجيب كلمة اخرى ع حرف ميم عشان ندخل على التنوين كلام اه كلمة كلام طبعا الحرف المنون بيكون اخر الكلمة وكلمة كلام اخرى ع حرف الميم نشوف بقى هنا اه حاجة سريعة كده انا طبعا هنعمل حلقات لكل حاجة من الحاجات دي حلقة مستقلة بذاتها يعني التنوين ده هنتكلم عنه كل حاجة حلقة الوحيدة ولكن انا بكلم على الحرف بشكل عام بجيب الاصوات اللي ممكن تدخل عليه والتنوين من احد الاصوات اللي هتدخل على حرف الميم او على الـ 28 حرف طيب في حالة التنوين بالفتح هنقول ايه كلاما كلاما الالف هوا تجاي اللي هو انا بسمي عكاز عشان احنا كده لسه بنتعلم في البداية بسمي عكاز كلاما والفتح تاني على حرف الميم لان هو المنون وهسمي ده عكاز بيساعد التنوين بالفتح ونسمع صوت ايه نون بس كلاما يبقى ما ننفعش اكتب نون هنا يبقى بكتبلك النون كده عشان نعرف ان دي صوت نون ده صوت نون ولكن ما بنكتبوش طيب عايزين التنوين بالضم كلاما اه كلاما طبعا التنوين بالضم ما بيحتاجش العكاز او الف مساعد كده يقف جنب ويساعده ونسمع صوت مين برضه النون بس ما نكتبقاش في الكلمة يبقى كلاما لسه التنوين الثالث وهو التنوين بالكسر هنقول ايه كلاما 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 هنسمع صوت النون بكتبها برضه عشان ايه تبقى في ذهننا كده ان ده صوت نون بس مش هنكتبها في الكلمة كلاما يبقى كلاما وكلاما وكلاما التلاتة صوتهم نون في النطق ولكن في الخط او في الكتابة ما نكتبش ايه النون ودي كانت كل حاجة عن حرف الميم من خلال اشكاله واسواته وسكوناته ولاماته ومدوداته وتنويناته طبعا انا جبت كل حاجة للحرف عشان دي عبارة عن اصوات لو عرفنا الاسوات دي وميزناها هنكتب الحرف صح بالصوت اللي احنا بنسمعه وبكده نكون وصلنا لانهاية حرفنا وانهاية حلقتنا وقابلكم ان شاء الله فحرف جديد فحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته